لقي عدد من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب أخرون بنيران الجيش الوطني غرب مأرب وقالت مصادر ميداني أن مدفعية الجيش دكت مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة ذكرت المصادر أن المدفعية سهدفت تجمعا حوثيا وذلك تزامنا مع تقدد المواقعات في عدد من المواقع وما بين الحرون الحين والآخر تدور مواقعات عنيفة في جبهة صرواح تتكبد فيها الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العدة والعتد